بعيدا عن اي افق لحل يوقف معاناة اليمنيين تنضي الحرب التي اشعلتها الميليشيا مغيبة كل ملامح الحياة وضع انساني متدهور ومأساة لم يتغير فيها شيء غير اعداد من يسقطون قتلى او جرحى من المدنيين منسق الشؤون الانسانية في اليمن جيمي ماكولدريق قال ان الوضع في البلاد قد زاد سوءا وان الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الهجمات المتصاعدة والعشوائية ارتفعت بشكل مرعب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وفي جديد تصريحاته قال ان الغارات الجوية على سوق شعبية في منطقة الحيمة بمحافظة تعز اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 54 مدنيا بينهم اطفال واصابة 32 اخرين فصول المعاناة في حيمة تعز لم تتوقف عند قصف طائرات التحالف لتجمعات كانت تحوي مدنيين فقد تعرضت المناطق السكانية في قرى الحيمة بما في ذلك مرفق صحي يأوي نازحين لحصار كامل من جانب ميليشيا الحوثي بالإضافة لقصف عشوائي تسبب في وقوع اصابات بين السكان وادى لنزوح العديد من الاسر الى مناطق امنة الامم المتحدة في جديد بياناتها قالت ان الحرب باليمن عبثية لم تؤدي الا الى تدمير البلد والمعاناة غير القابلة للوصف التي يعيشها الشعب اليمني واكدة ان جميع الاطراف لم تلتزم بموجب القانون الانساني بتجنيب المدنيين والبنية التحتية ويلات الصراع هي حرب اغتلت فيها الحياة وجعلت اليمنيين تائهين بلا خيارات يواجهون واقعا فرض كل مآسيه ومآلاته الكارثية عليهم